كيف رح تختم معظم الأبراج هالأسبوع اليوم الخميس رح نعرف سواء مدام نجلة قباني صباح خير يا نور صباح الخير للجميع نظلوا دايما بخير دايما أيامكم سعيدة ومبسوطين وبرتاحين اليوم ستة وعشرين اتناش يعني ستة وعشرين كانوا الأول تمانياتي للجميع بالخير كواكبنا ما زالت في أماكننا ما زالت المشتري متقدما في برج الجديل مريخ في برج العقرب عطارد في برج القوس والزهرة في برج الدلو يعني كركبة كواكب بس بتحسوا كل حدا مرتاح بطريقته أو مرتاح بقصة مثلا وهي أنا بعتبرها دائما هي إيجابية بس ما في شي سيء على كلنا وما في تراجعات إذا أنتم لاحظين يسعد صباحكم أول أخباري العزيز دا مولود برج الحمل اليوم مغطاز من قصة عم بتصير حواليه ما كتير بيحته بالغالب إذا موليد العشرية الأولى طبعا موليد برج الحمل عنده تهمة باطلة أو بعض التغيير حواليه بعض المضايقات نوع من أنواع الإزعاج نوع من أنواع التراكم التوتر يعني مثل كأنه قصة صغيرة ورق قصة صغيرة ورق قصة صغيرة عم تعمل له بعض المضايقات هلا أنا بقول اليوم مساء أكثر سعبا من بكر الصبح أو من اليوم الصبح يعني اليوم بعض الظهر الأمور ما كتير مريحة أنا بالمجمل بشوف أن مولود برج الحمل بمثل هذا الطقص المطار المطار أصلا هو ما بيكون كتير مرتاح هو ينتمي إلى الأبراج النارية بيحب الشمس والشجر والهواء يعني الطقص الماطر بيتمنى هو يقعد بالبيت وما يشوف حدا ولا حدا يشوفه مولود برج الثور الأمور بالنسبة له إيجابية اليوم ويوم ممكن يكون للسفر هلأ مولود برج الثور بقى حدا بالمجمل كان يكون بيحب البيت العيلة الدفاية الأهل واليوم عطلة فما بعرف قده أنت مفكر بشكل حقيقي أنك تقعد مع عيلتك أو أهلك بس أنا أظن أنه اليوم ممكن يكون لسيران لسفرة لخبر للقاء يعني الأمور بالنسبة لألك جيدة فيها تجمعات مريحة ما في بهذا اليوم عراقي لمولود برج الثور الأمور سهلة وسالسة ولطيفة مولود برج الجوزاء كمان الأمور اليوم أفضل بكثير من اليومين الماضي وصلك يومين ثلاثة مكركب اليوم بقى عم تتلقى مساعدات من غيرك أو محبة أو قصص العلاقة بمصالحات أو لقاءات أنا بظن أنه هاليومين بالذات للجوزاء في حل بعض القضايا المعلقة اللي كان قال أك على مدى اليومين ثلاثة الماضين اليوم أنا أو هان حلو ممكن يعني تتلقى خبر إيجابي أو ممكن حدا يأيد ما تقول أو يساعدك أو يمنحك محبة وتشجيع بالمجمل اليوم جيد اللي مكركب شوي أو مندايق شوي هو مولود برج السلطان ليس في أفضل حالاته مضغوط بقصة مجبر عليها وهو ما كتير عم تعمله سعادة هلأ هو نفسه مولود برج السلطان اليوم لا حدا يزوره ولا يزور حدا لكن للأسف مبظن هاد اللي عم بيصير مشغول بما نحوله عموما وشويه هو متزمر اليوم مفيش عاجبه مولود برج السلطان ونازل فينا أفأفة على فكرة مو بس هو حتى مولود برج الأسد نازل فينا أفأفة اليوم بس الأفأفة تبعية برج الأسد مختلفة لأنه شغله كتير اليوم وما فاضح كراسه هلأ هو نفسه ينام يرتاح يقعد بالبيت يتلحف مثلا اليوم فيه شغل كتير والمشكلة أنت عوتنا مولود برج الأسد برج الأسد أنه أنت يعني لازم نضل نرجع لك أنت محور عملك على كل نشو ما كان العمل حتى لو ست بيت فبتعود ولادة وزوجة وما حدا فيهم يتحرك حركة إلا لا يرجع لك فما فيكي تتأفأ فيه أنه عم نرجع لك أو بالنتيجة عم ناخد رأيك أو ما منقدر نتحرك إلا بمشهورتك هاي شغلة ما لازم تخليك يدايعي أنت العوتتينه أو أنت العوتنا مولود برج العزراء اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك للقاءات، لعلاقات، لمحيط داعم، مؤيد، نقاشات هادئة يمكن عم تحسن بعض القضايا ممكن المعلقة كل شيء له علاقة بحل ممكن تلاقي له اليوم حلول اليوم يوم ثقتك بنفسك إيجابية وقادر مولود برج العزراء تقنع من حولك بوجهة نظرك عزيزنا مولود برج الميزان أعتقد أنك شوية الآن محتاج شوية رقة بالتعامل، محتاج شوية لطف اللي بدك إيها هالأد واللي عم تحصل عليه اليوم بالذات هالأد يعني ما نكتير بأريح حالتك، في شي حاطه ببالك عم تسعى باتجاهه لكن أعتقد أنه اليوم ما رح تلاقي حلول عموماً في شيء يعني منا نجرب على كل الأحوال نحن خلقنا لنجرب ما في والأخطاء ترتكب حتى لو كان نحن جربنا وقلطنا ونرجع منصليح وعلى هيك ومثله هي هيك الدنيا على كل الأحوال بس أعتقد أنه قاله مولود الميزان قصة العلاقة بزملاء عمال بأهل بأخوة بالصعائلية يعني بالغالب عزيزنا مولود برج العقرب اليوم للحركة للنشاط للرياضة بهذا التقص العاصف ومطر شلون الرياضة ما بعرف بس هو هاوي مولود برج العقرب هذا التقص شغلي ما بتزعجه أبداً يعني بالعكس أي شيء له علاقة بشته ومطر هو بيكنكن فيه وبينبسط فيه وما بيزعل منه أبداً يوم فيه طاقة على المواجهة لمولود برج العقرب تحقيق أماني عم تشعر بارتياح بما نحولك على كل الأحوال أو في نوع من أنواع السعادة مولود برج القوس بالغالب عم بيحاول يرتب أموره المالية والحياة الحصوص مساعدة إذا انتبهت على الضروريات أو الأولويات على الصعيد المالي أنا أرجح بالغالب أن مولود برج القوس عم بيفكروا بقصة مالية مستقبلية يعني عم بيناقشوا عرض عمل جديد عم بيناقشوا قصة ممكن تكون إيجابية بالأيام اللي جاي عم بيشوف مخاطرة هاي القصة لازم إحزفها هاي القصة لازم أعملها هذا صح هذا غلط يعني في شيء من هذا القبيل وهذا جيد على كل أحوال مولود برج القوس يستعمل المال بهذه الفترات بطريقة فاعلة بطريقة متوازنة على غير العادة مولود برج الجدي اليوم بالنسبة لأله يوم جيد فاي مبكير ونشيط واليوم الأفضل ليعمل شيء بحياته يعمل إنجاز أصدت هلا أنا بقول الأوقات إيجابية بالنسبة لأعزيزنا مولود برج الجدي صحيح نام وفاق ونام وفاق بالليل نوم وما كان نظامي فاق يمكن حتى ممكن جوعان بس القصص بالنسبة لأله العلاقة بطاقة بحماس بإنجاز بلقاءات ممكن يكون بسفر إذا وضعك يسمح بفرح قد يزيل همومك قياسا مع اليومين الماضين الأكيد اليوم أفضل بكتير مولود برج الدلو نكسل اليوم ونفسه ينام 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 نفسه يضليك بتلحف ولزقام بالصوبية مثلا ما بعرف قدي هاي الظروف رح تكون مساعدة بس فعليا اليوم ينتابه هيك قلة طاقة أو نوع من أنواع الكسل مولود برج الدلو ماله كتير خلق في شي حتى ممكن يكون حواليه يصير غضبه أو عصبيته هلا أنا بقول أنت عم تتمنى كتير أشياء عم تحسها بعيدة المنال هلا ما في شي بعيد المنال بالعكس الأشهر القادمة رح تكون إيجابية بالنسبة لألكو جيدة بس الصبور علينا شوي هو المشكلة الشهر الماضي كله مولود برج الدلو كان فيه حكي كتير فعل قليل فموصل لمرحلة مثل كأنه نازل فينا يعني تبعت أنه ما بقت لي خلق أو ما بقت لي صبر وهيك عم بيصير معه اليوم يوم اجتماعي بامتياز لمولود برج الحوت تقبله ودعه سافره ديوف من سفر زوار لقاءات حميمة ومفرحة طلباتك مجابة دعوات لم شمل أبدا ما بظنه قاعد لحاله مولود برج الحوت بالعكس أنا بظن حواليه ناس هو بيحبهن هنين بيحبهن والحظوظ الحقيقة مساعدة خليني عايز مولود اليوم مولود 26 وأتمنى له السعادة مولود مختلف يمكن لأنه كثير العقلانية وكثير الحكمة كلامه بليغ فصيح مقنع منطقي مثقف هذا المولود آراءه صائبة بيفكر بعقله قبل ما يفكر بعواطفه كلامه منمق وموزون برج الجدي أغلبهن من الناس السكوتيين اللي ما كتير بيحاول يعبر عن آراءه لا مولود 26 حدا بيحكي بيناقش بيطرح وجهة نظره وبيقنع من حوله بوجهة نظره مولود مخلص لأصدقائه بيدور دائما على أصدقاء دائمين مو تبعي تليوم يحكي معك مكرا ينساك ما بيحب العابر على كل بأي شيء إذا بتكون يعني حتى بيعمله بيشري لغرض إذا بدي يجيب غرفة لبيته فأكيد بيجيبها من تابعون الدائم مو تابعون اللي بعد سنة سنتين يلا وبغيرها مو هيك مولود برج الجدي أبدا مدقق بالتفاصيل ويهتم لأصغر الملحظات سنة أنا بعتبر مهمة لتحقيق انتصارات ومصالحات العام الأفضل بقصة عقارية العام الأفضل لمن كان خاليا لا يرتبط أو لا يجيب بيبي هو عام العائلة بامتياز على كلين وحظوظك الحقيقة السنة جاي من قصة العلاقة بالعائلة يعني عقار للعائلة ارتباط طفل جديد فرح لأحد الأشقاء قصص عائلية ممكن تكون إيجابية وجيدة يجعل أيامكم دائما سعيدة وإيامك سعيدة شكراً كتير لألك يا نجلة شكراً كتير لألك يا مادام شكراً لألك يا مادام